السودانيون إلى الشارع مجددا آلاف المواطنين نزلوا إلى شوارع الخرطوم وضواحيها احتجاجا على ما سموه انقلاب تشرين الأول أكتوبر العسكري ورددوا شعارات تطالب بسقوط النظام العسكري التظاهرات تحولت إلى مواجهات أدت إلى سقوط قتلى وجرحة برصاص القوى الأمنية بحسب بيان لجنة أطباء السودان المركزية هذه التحركات جاءت تلبية لدعوة أحزاب سياسية المواطنين للخروج في تظاهرات مناهضة لاستمرار المكون العسكري في السلطة الانتقالية وقد حاولت السلطات منعها عبر إغلاق الجسور التي تربط بين الخرطوم والمدن المجاورة واستكملت إجراءاتها بتعطيل خدمات الإنترنت عن الأجهزة الذكية والاتصالات الهاتفية ويرمي المتظاهرون السودانيون في حراكهم الميدانية إلى الضغط على الجهات العسكرية لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وقد رد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان على ذلك بالتأكيد أن الطريق إلى السلطة لن يتحقق بالدعوات إلى التظاهر والتخريب لكن بالتوافق أو الانتخابات بحسب تعبيره يزداد المشهد السوداني قتامة بحسب مراقبين فالبلد يعيش أزمة اقتصادية حادة تتزامن مع ترد الوضعين السياسي والأمني وفيما يصر تحالف قوى الحرية والتغيير على عملية سياسية تؤدي إلى إقامة سلطة مدنية كاملة تستمر جهود تسوية الأزمة من خلال اجتماعات للآلية الثلاثية المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا مع المعارضة والمجلس العسكري ترجمة نانسي قنقر